أحبائي وأعزائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد موضوعه كالتالي الأعداد الكسرية الجمع والطرح نتعرف أولاً على أهداف الدرس الهدف الأول حساب مجموعة عددين كسريين والهدف الثاني حساب فرق عددين كسريين عزيزي المتعلم دائماً يجب عليك أن تستطمر مكتسباتك لفهم الدرس التالي سنبدأ بتذكير مراحل توحيد مقامات الأعداد الكسرية قد رأيناها في الدرس السابق وذلك بالبحث عن أصغر مضاعف مشترك لمقامين عددين كسريين إذن عليك دائماً أن تتذكر القواعد السابقة لتستطيع أن تتبع الدرس الموالي نبدأ أولاً بالنشاط الأول عزيزي المتعلم تابع وركز معي جيداً قال علي لوالدي صرفت 2 على 3 المبلغ الذي أعطيتني إياه لشراء قاموس و2 على 7 لشراء ضفاتر ولم يبقى عندي أي شيء في نظرك هل هذا صحيح؟ مدأ للتفكير وسأعود عزيزي المتعلم سنقوم بإجراء العملية التالية للتأكد من صحتي أو خطأ ما قاله علي إذن ركزوا معي 2 على 3 زائد 2 على 7 إذن لقيامي بهذه العملية يجب أولاً بتوحيد المقامين وكما رأينا في الدرس السابق كيف نوحد المقامات؟ إذن 2 على 3 بضربها في مقام العدد الكسر الثاني وضرب 2 على 7 في مقام الكسر الثاني إذن لاحظوا معي 2 على 3 تساوي ضرب البسط والمقام في العدد 7 وهو مقام العدد الكسر 2 على 7 وسنجد 14 على 21 ولتوحيد مقام العدد الكسر 2 على 7 نضربه في العدد 3 ونحصل على 2 في 3 تساوي 6 و7 في 3 تساوي 21 إذن والآن 2 على 3 زائد 2 على 7 نقوم بتعويض الأعداد الكسرية بالأعداد التي وجدناها بعد توحيد المقامين 14 على 21 زائد 6 على 21 نحتفظ بالمقام ونجمع البسطين وسنحصل على 20 على 21 إذن ماذا تلاحظون؟ أن 20 على 21 أصغر من واحد باستعمال بطبيعة الحال المقارنة باستعمال العدد واحد بما أن البسطة أصغر من المقام إذن 20 على 21 أصغر من واحد سنتوصل إلى الاستنتاج التالي أن علي لم يصرف المبلغ الذي أعطاه أبوه بالكامل سنحسب الآن الباقي دائما الوحدة هي واحد ناقص 20 على 21 نحول واحد إلى عدد كسر مقامه 21 هو العدد التالي 21 على 21 واحد ناقص 20 على 21 تساوي بالتعويض 21 على 21 ناقص 20 على 21 نحصل على واحد على واحد وعشرون أحباء التلاميذ وصلنا إلى قاعدة أد وهي كالتالي لجمع أو لطرح عددين كسريين نجمع أو نطرح البسطين ونحتفظ بنفس المقام ونختزل بطبيعة الحال إذا كان العدد الكسري قابل إلى الاختزال عزيزي المتعلم ابقى معي ولكن عليك بأخذ ورقة وقلم لإنجاز التمارين التالية التطبيق الأول أحسب الأمليات التالية لدينا طرح عددين كسريين جمع عددين كسريين وجمع عددين كسريين وأتركك مع مدة للتفكير عزيزي المتعلم أنا واتقة أنك قد وجدت الجواب الصحيح والآن سنجيب جماعة بالنسبة للأملية الأولى 3 على 4 زائد 7 على 4 هل هناك إشكال؟ بطبيعة الحال لماذا؟ لأن لديهما نفس المقام إذن ماذا يجب أن نفعل؟ علينا فقط أن نطبق القاعدة جمع عددين كسريين لهما نفس المقام نجمع بسطيهما ونحتفظه بنفس المقام إذن 3 زائد 7 على 4 تساوي 10 على 4 ماذا تلاحظون؟ أن العدد الكسري قابل للاختزال 5 في 2 و2 في 2 أي نقسم على 2 ونحصل على النتيجة النهائية 5 على 2 نمر إلى العملية التالية وهي كالتالي 1 على 2 زائد 3 على 5 ماذا لدينا؟ لدينا جمع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام إذن علينا أولا بتوحيد المقامين ما هو المقام الموحد بينهما؟ نعم عشرة إذن نضرب البسطة والمقام للعدد الكسري الأول في 5 نحصل على 1 في 5 تساوي 5 وإثنان في 5 تساوي 10 ونضرب البسطة ومقام العدد الكسري الثاني في 2 ونحصل على 6 على 10 والآن نطبق القاعدة الأولى نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام أي 5 زائد 6 على 10 تساوي 11 على 10 والعدد الكسري غير قابل للاختزال نمر الآن إلى العملية الثالثة وهي عملية الفرق 5 على 8 ناقص 1 على 4 ليس لهما نفس المقام نبدأ أولا بتوحيد المقام 8 من مضاعفة 4 إذن نضرب 1 على 4 في نفس المقام ونحصل 5 على 8 ناقص 2 على 8 ونطبق القاعدة الأولى نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام 5 ناقص 2 على 8 تساوي 3 على 8 عزيزي المتعلم والآن سنمر إلى نوع آخر من الحساب أي حساب تعبير وعندما أقول كلمة حساب تعبير أتكلم عن الأقواس استعمال الأقواس وعندما أتكلم عن استعمال الأقواس أتكلم عن كلمة الأسبقية وهذا تعرفونه جيدا في الحساب العددي أي عندما تقومون بوضع وإنجاز العمليات الحسابية والآن سنستعمل كلمة الأسبقية في حساب فرق وجمع الأعداد الكسرية إذن ركزوا ولاحظوا معي جيدا سنقوم بحساب التعبير التاني 4 على 3 ناقص نفتح القوس 3 على 5 زائد 1 على 6 ونغلق القوس لدينا حساب تعبير إذن عندما يكون لدينا هذا النوع من الحساب نبدأ بما بداخل الأقواس أي كلمة الأسبقية للأقواس إذن ما هي العملية الموجودة داخل الأقواس أو داخل القوسين هي جمع عددين كسريين إذن سنحصب أولا المجموع 3 على 5 زائد 1 على 6 ماذا لدينا؟ جمع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام ماذا نفعل؟ أولا نقوم بتوحيد المقام نضرب بسط ومقام العدد الكسر الأول في مقام الثاني ونضرب بسط ومقام العدد الكسر الثاني في مقام العدد الكسر الأول ونحصل كالتالي 3 على 5 ضرب 6 نحصل 18 على 30 و1 على 6 نضرب في نفس العدد 5 ونحصل على 5 على 30 ماذا حصلنا؟ على جمع عددين كسريين لهما نفس المقام إذن نجمع البسطين ونحصفض بالمقام ونجد 18 زائد 5 تساوي 23 ونحصفض بالمقام والآن نحصل ثانيا عملية الفرق لماذا؟ كما تلاحظون في الأول لدينا تعبير مكون من عمليتين عملية الطرح وعملية الجب إذن نكسب 4 على 3 ناقص مجموع ما وجدناه في أعملية الجب أي 23 على 30 ماذا لدينا؟ لدينا طرح عددين كسريين ليس لهما نفس المقام ماذا؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ بتوحيد المقام المقام الموحد بين العددين الكسريين و30 إذن 4 في 10 تساوي 40 و3 في 10 تساوي 30 والآن لدينا فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام 40 ناقص ثلاثة وعشرون تساوي 17 ونحتفظ بالمقام 30 أحبائي وأعزائي التلاميذ والآن سنمر إلى تطبيق أي سنطبق ما رأيناه سابقاً ماذا رأينا؟ رأينا أن لحساب تعبير به أقواص يجب أن نبدأ ما بداخل الأقواص أي نعطي الأسبقية للأقواص وحسب مجموع فرق الأعداد التالية مجموع وفرق إذن 6 على 5 زائد 4 على 3 ناقص 6 على 7 بين قوسين ماذا لدينا؟ لدينا عمليتين العملية الأولى طرح عددين كسريين والعملية الثانية وهي الجمل ماذا سنفعل؟ أولاً نبدأ بحساب الفرق أي ما بداخل الأقواص 4 على 3 ناقص 6 على 7 تساوي طرح عددين كسريين ليس لهما نفس المقام ماذا نفعل؟ جيد أي نوحد المقام ما هو المقام الموحد بينهما؟ هو واحد وعشرون ضرب بسط ومقام في المقام الثاني وضرب بسط ومقام العدد الكسر الثاني في مقام الأول إذن 4 على 3 تضرب في سبعة وستة على سبعة تضرب في ثلاثة أي 4 في سبعة تساوي 38 3 في سبعة تساوي 21 6 في ثلاثة تساوي 18 7 في ثلاثة تساوي 21 ماذا حصلنا؟ حصلنا على فرق عددين كسريين لهما نفس المقام ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول طرح البسطين ونحتفظ بالمقام 28 ناقص 18 تساوي 10 ونحتفظ بالمقام 21 والآن نمر إلى الجمع سنجمع 6 على 5 زائد ما وجدناه في عملية الطرح إذن 6 على 5 زائد 10 على 21 ماذا تلاحظون؟ ليس لهما نفس المقام ماذا سنفعل؟ سنقوم بتوحيد المقامين إذن نضرب بسطة ومقام العدد الكسر الأول في مقام الثاني ونضرب بسطة ومقام العدد الكسر الثاني في مقام الأول ماذا سنجد؟ سنجد أن المقام الموحد بينهما هو 105 إذن 6 في 21 تساوي 126 و10 في 5 تساوي 50 حصلنا على جمع عددين كسريين لهما نفس المقام إذن سنطبق القاعدة الأولى نجمع البسطين ونحصف بالمقام وسنحصل على 176 على 105 أعزاء التلاميذ لحساب تعبير مكون بعمليتين الجمع والطرح به أقواس نطبق القاعدة التالية نعطي الأسبقية للأقواس ونطبق القواعد السابقة أعزائي وأحباء التلاميذ قد وصلنا إلى نهاية الدرس أي دوري قد انتهى وجاء دورك الآن خاصن مع التامرين التالية شكما أن earthquake شكرا 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 لكي ترجمة نانسي قنقر لكي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة